نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر أن رئيس الأركان ووزير الأمن صدقا على خطط قصف إيران وهي بانتظار موافقة نتنياهو عليها وضفت هيئة البث أن موعد شن الهجوم على إيران مرتبط باعتبارات منها احتمال شن إيران هجوما فوريا على إسرائيل أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن أربعة مسؤولين إيرانيين لم تفصح عن هوياتهم منهم اثنان من الحرس الثوري أفادت أن الجيش الإيراني يعمل على وضع عدد من الخطط العسكرية تحسبا للهجوم المتوقع من إسرائيل وذكرت الصحيفة أن مستوى قوة الرد الإيراني يعتمد على هجوم إسرائيل مضيحة أنه في حال شن الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا يستهدف منشآت إيران النفطية والنووية فسترد طهران بألف صاروخ باليستي وستصعد هجمات الجماعات المسلحة الموالية لها في المنطقة وستعمل على تعطيل الشحن في الخليج العربي ومضيق هارمز ولكن إذا كانت هجمة إسرائيل محدودة في نطاقها مثل استهداف بعض المخازن وبعض القواعد العسكرية فقد لا يكون هناك رد إيراني قال قائد الحرس الثوري الإيراني لواح حسين سلامي إن الاحتلال الإسرائيلي أصبح اليوم أكثر الأنظمة المكروهة عالميا مؤكدا أنه يحفر قبره بيده حسب تعبيره الكيان الصهيوني مهترئ ولن يسمح له بالحياة الحياة لا تليق به الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على صواريخ دفاع أمريكية يعتقد أن صواريخ ثاد ستنجيه من معركة واسعة إنه مخطئ حتما فكما لم تعمل منظومات أرو بي كان في عملية الوعد الصادق اثنين فإن منظومة ثاد لن تعمل ونقول لهم ألا يثقوا في منظومة ثاد بقدر ما تطلقون من نيران فإن أعداءكم سيطلقون أضعافا لا يمكنكم تحقيق النصر وسوف نهزمكم